ما هي الأسباب المعينة ما هي العوامل المعينة لتحقيق هذه العصمة من الفتن بإذن الله تعالى ولتحقيق الثبات على الدين على الدين الحق القوي هناك أيها الإخوة الكرام عدة عوامل إذا أخذ بها الإنسان والتزم بها فإن الله تعالى بفضله وكرمه يعصمه من هذه الفتن ويحفظه من هذه الفتن وهو سبحانه وتعالى خير الحافظين فأولها تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالمولى جل وعلا أنه هو الله الملك الحق المبين الأول الآخر الظاهر الباطن المتصف بصفات الكمال له الأسماء الحسنى والصفات العلا جل وعلا الخالق الرازق المبدع المعيد المحي المميت سبحانه وتعالى فإن على الإنسان المسلم أن يحقق هذا الإيمان الإيمان التصديق بأن الله تعالى هو ربه هو الذي خلقه هو الذي رزقه بأن ما به من نعمة فمن الله يؤمن بالله وبأسماء الحسنى وبصفاته العلا سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال جل في علاه وتقدست أسماءه فيحقق الإيمان بالله ويكون قلبه متعلقا بالله الذي هو جل وعلا خير الحافظين من كل شر ومن كل بلاء ومن كل فتنة ويؤمن بما أنزل الله من الكتب ويؤمن بملائكته الكرام ويؤمن بأنبيائه ويؤمن بيوم القضاء واليوم الآخر الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين سبحانه وبحمده ويحاسب كلا على عمله ويؤمن بالقضاء والقدر يحقق الإيمان بأن ما حصل له في هذه الدنيا قد قدره الله قد علمه قد كتبه قد قدره وخلقه بمراتب القدر الأربع يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى لا يكون ويعلم أنه لا مشيئة للعبد إلا بعد مشيئة الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يحقق هذا الإيمان بإذن الله تعالى فإن الله تعالى سيحفظه بإذن الله ويكون سببا في الحفظ من الفتن قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبين تعالى أن المؤمنين هم الذين يثبتهم تعالى على الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت الحق يثبتهم بتحقيقهم للإيمان فحقق أخي الكريم الإيمان الإيمان بالله عز وجل وأبشر بالخير والحفظ والعصمة من هذه الفتن ترجمة نانسي قنقر